ايا فام من تونس يسرى المنائي على ايا فام احلى راديو عسلامة مرحبا بكم احلى مستمعين على ايا فام احلى راديو الجمعة 18 اكتوبر 2024 اول موعد دالية معكم في البرمجة الجديدة من خلال برنامج من تونس اللي تأمنوا زميلتي فيزا العرفي من الاثنين للخميس دونك والا اليوم معايا في الاخراج سوفيين بوهليل وفي الديجيتال سليم بن حمزة دونك بش نكونوا حاضرين معاكم على خاطر بش نحكيوا على موضوع مهم ومهم جدا ونجم نقولوا عليه ظاهرة اختيرة ظاهرة وليت برشا في تونس معناها الناس تخاف انها تحكي عليها بش نحكيوا اليوم معا العودة العودة المدرسية وكيفاش الشي اللي صاير قدام الليسيات وفي وسط الليسيات ولي فما بعض الظحايا اللي مايفوتش عمرهم حتى ثمنتاشة اسناء دونك اليوم ما موضوع يهم التوينس الكل نجمو نحكيوا عليه وبش يكونوا حاضرين معنا بعض الضيوف اللي بش نحكيوا عليه الموضوع سامحوني آه الموضوع هذي دونك نجمو زيدا انتو ما تكلمونا على واحد وسبعين على واحد وثلاثين عفوا ثلاثمية وثمانين الف تكونوا موجودين بش يعليو معانا نونك فالا نجمو تكونوا متواجدين معانا حتى كشن ما ثلاثة اليوم آه بش تتفعلوا على الموضوع هذي بش يكون حاضر معانا للحديث على العنط هذي على فئة من الشباب دونك الدكتورة مريم التويتني مختصة في علم النفس والطفل والمراق وفي علاج العلاقات الزوجية والأسرية مرحبا يا دكتورة عاصمة ومشكورة على استيضافة ايه عايشك دونك بش يكون زيدا حاضر معانا اليوم طارق السعيدي باحث في علم الاجتماع مرحبا بيك سي طارق مرحبا بيك عايشك صوالة بيس دونك موضوع كما هذي حاجة ما هي سهلة حاجة معاناها قاعدين ولينا نشوف فيها بصفة كبيرة في ظرف شهر لو كان نحسبوها احنا طويق من العودة المدرسية اليوم الشهر كامل دونك صارت برشة حاجات ولاية تقتل قدام المعهد متاعه نبقاوا ابنية حبلة من الأستاذ متاحها وهي عمرها 16 سنة الصغيرات دخلوا سنة أولى والمعلمة متاحهم تحصر فيهم في القسم تقرس فيهم وتأضرب فيهم معلم حاول بيشامل شوي ambiance في وصل القسم متاعه وعملها كيكي جو ما بين الصغيرات يخي اللي فما والد معناها ولي متاع تلميذ جي تعدى على المعلم بشافرة هيليقة عليش على خاطر السيد معناها المعلم معتاش هدية لولدو دونك احنا بش نبديو بالدكتورة هنا دونك الدكتورة مريم بش تقول لنا نبديو على الأقل بالأسباب بش نفهمو نفهمو معناها منين يبدو العنف هدية وكيفاش يتكون خاصة نعرفو احنا اللي المدرسة هي البيئة الثانية من بعد الدار دونك وقت شو نبعثو ليدها المدرسة بش نبعثوهم يزيدو يتكونوا ويتثقفو بش نبنيو عليهم الجيل القديم اتفاضل الدكتورة اول حاجة نبدأ بها هو مثل انجليزي يقول there is an elephant in the room عنا فيه الكبير قاعد معنا في الغرفة ولكن نحن مش قاعدين نشوفو فيه اللي هو شنو اللي هو صغارنا ما همش قاعدين يستفيدوا من الإحاطة النفسية نحن مانيش قاعدين نستعرفو اللي الصغار عندهم نفسية ولي نفسيتهم تتعب تمرث وهم يستحقوا إحاطة اي ويستحقوا متابعة يستحقوا دونك هذي اول حاجة نبداو بيها نفسية الطفل هذي اش نوي هزنة هزنة انو نحن لازم نفرقو بينزوس حاجات السلوك العادي والسلوك المراضي دونك نحن الحاجة اللي كنت تذكر فيهم الكل هما سلوكيات مراضية نحن نشوفو نحن السلوكيات العادية نحن كنجي ونشوفو الفرانسيس يفرقو باللاجرسيفيتي والفيولانس نحن نشوفو نحن للشدة وليس العنف كنجي ونشوفو نحن الظغير الظغير يبدأ يمارس في الشدة مالي يبدو يطلع له السنية يولي يحط الحاجة تحت سنية ويعظها هذي سؤال دي معانيا جانب مهم جدا دكتورة واخنا نقولو اليوم اخسان فاما الدنيا تطورت برشا يقول لك الظغير راو تنجم تكونوا حتى اللي هو مازال لجانين في بطن امه معناها تنجم انتي فما ديك وغي يتعاملوا فما الطبه تمشي تزورهم مختصين في الحكاية هذي ايش كل عنف يتكون عند الظغير ولا ملي هو مازال ولا سؤال ما تروحوا الاكثر في امع مر الظغير نجموا وفهموه راو هذيكا معناها حاجة عنيفة ما تعملهاش باش ما يبداش من الصغرة يتكون عنده معناها الاحساس هذيكا صغير بشي تعلم انه ما فهماش عنف ساعة نحنا ما نمارسوش عليه العنف بالضبط سوى عنف نفسي ولا جسدي فما اولياء يقول لك انا مضربتوش ايه اما انا كنجي نبحث نلقى ليصار عاليد فولا ذيكا عنف نفسي أهم او مثلا ام مثلا يتعمل حاجه ذيكا نعملك كاذى بضبط هذي نوع من الابتزاز هون نفسي يمارسي عنف عاطفي بالتهديت انه تعطي لخوكم واتنعطيك شليك انتي هذو كانوا صغير بسيطة يقولوا لهم مامي مارسات تربويه ولكنها ليستسليمه ولكن في حياتنا اليومي تتعدك ان شاية عادية على واردة نحن نجيه انا باش نعطيك الاكزامبل تاويكا و باش نواصله مع النومة وحكينا عالسنين تاوي صغير دخل يقرأ في الروضة اللي يدخل للروضة يلاحظ حاجة اللي برشة صغار تقاهم يحكيوا مع بعضهم بالجسد باليدين تلقاها الزغير اذيك باش يقول لصاحبه ايجا ألعب معايا يدزه ينتشلو شعره قاعد يقول له ايجا ألعب معايا وخاصة الزغار اللي بده يكون عندهم تأخر في النطق من يجمش يعبر تقا يحاول انه هو يدخل في تواصله مع المحيط المطيع وحاجة نحن نأذية معناه تعجبنا برشنو الصغير يحب يدخل ولكن في اللحظة هذيك لازم الانسان المربي والراشد هو اللي يعرف كيف يتصرف وكيفيش يأطر السلوك هذيك ولكن مع الاسف اغلب الوقت شنا ويصير صغير هذيك اللي يدز وإلا شد الشعر بش يقول هيا ألعبوا معايا نجيوبوه نحن بالعنف ولكن نعلموه نعلموه نجيوبو العنف بالعنف نعلموه نجيين بش نحن بش الربي ويكون أطروق نحن نمارسوا عليك العنف نحن نقول له اللي يدينا هذيك مجعولة بش نتواصلوا بها ولكن مش بش نعنفوا بها قاعدين نقول له ليه ميسيرش تكي تكبر شوية يوالي حتى انت عندك سلطة وعندك قوة مال حتى انت وقت نجي بتنمارس العنف بالضبط نجموه نشوفو اللي هي يعني انتراكشون صغيرة هي وضعية صغيرة في الروضة تفلدز المعلمة كيفش بش تجيوب عليها هذيك بش تعياتلو تقولو يدنا هذيك نعنقوا بيها نمسوا بيها وإلا بش تضربوه وإلا بش يضربو المعلم يعني مش مهم معلم ولا معلم وبش يعاقبوه وبش يحطوه في اخر القسم منبوذ وإلا بش يحطوه في بيت واحدو ولا بش يهدو نحن لنعلمو الصغار العنف اي بالضبط دونك هني بالحق اننا نوافق في الكلمة دي يا الدكتورة على خاطر الرياكسيون هو شوف كما انا قلت لك قبيلة انه البيئة الولا هي الدار بتبيع على عائلة بيزنش كون فهم العنف موجود لم الأم لم البو لم الأخوية لم الأخوية لم نهو بعد نمشيو للمعناها الدوزيان مليو اللي احنا نتكونوا فيه ونكبروا فيه اللي هي المدرسة اليوم لاحظنا حتى الاتار التربوي مو سامحني معناها نحطها مش الكل بو نعم موش احنا ديما في اي مجال اما ولينا الراوز اذا اه في صغيرات كي ما قلت انت في نشوف اين الرياكسيون بتاع المعلم ولا المعلم ما كيفيش تكون بالضرب خاطر اذا كان بش تكون حاجة بالايجابية معناها بالكوتيديان بالتعاود الصغير راهو حتى يكون اغريسيف في طبيعه في طابعه معناها شوية بشوية بشوية بك التعامل بتاع المربي والمربية بش تيح الاجرسيفيتي اما احنا اليوم ولينا نشوفه في اغريسيفيتي جاية شوية من المعلمين تصير لك ديكا ساعة تدخل معناها تلقى المعلمة تعيت وتعم دونك ستخيز امبوخطان هنا بش احنا بيدنا بش نواليو نعملو سوي في ولا زي دا بش تقعدوا الاولياء هنا في حيرة في انو بش يختار مثلا اللي بلاسة اللي بش يحط فيها ولدو يخي انت طوض انتي زعمة دامنة كل يوم كأم ولا كابو انتي بش تدخل لك الروضة هديك ولي نجمو نهار لول وجه معلولة يوريوك حاجات معناها كي ما قولوا احنا وجه سوق مبعد ديك تطلع حاجات اخرى دونك ترى انتي دكتورة انو التعامل بتاع المربي لازمو يكون من اولو من اول نهار بشوية بشوية معناها تعامل بوزيتيف كي ما قوي جيبي دونك يا ولدي ولا يا بنتي راي الحاجة هدي كنستعملوها في هكا وهاكا هوني مهم ياسر انو نحنا نرجع للمربي والمعلمة ذاك ونشوفه تكوينه اسكو المعلمة ذاكا متكون في علم النفس الطفل اسكو هو متكون في طريقة التعامل مع الصغار اللي عندهم صعوبات سلوكية وعندهم صعوبات نفسية اغلب الوقت المعلمين ما هم مش متكونين في الموضوع هذي اغلب الوقت المعلمين متكونين في البيداغوجيا اي وفما الانسيان جينيراسيون كي ما يقولوا كانوا يقرأوا البسيكولوجي دولانفان ما نحنا ما نعرفوش توا شنو قاعدين نعلمو فيهم المعلمين دوك من المهم لفورماشون كنتينو التكوين المستمر للمعلم توا نحنا عنا بعد الكوفيد برشة صغار والتي عندها صعوبات نفسية لتيزم عنا تشتت الانتباه وفرط الحركة يعني هذوما من الامراض النفسية ومن الصعوبات النفسية اللي كثرت ولينا روها برشة من الفين وعشرين دوك مهم يسر ان المعلمين هذوما نتفقدوهم يسر المعلم اسكو انتي تارك باش تتعامل مع تفول عندي تواحد ومدمج في المدرسة عندي سوئل باش نسألو لكم بعد شوية دكتورة زيدة ومعنا سي تارك على انو اسكو اليوم نكتفيه بالتكوين البيداغوجي فقط للمربي وإلى لازمو حاجات اخرى دوك نخرجو جوش شوية بي بوراجعين خيال الامباكت إيافان من تونس كل نهار جمعة من مدزعتين المتليثة مع يسر المنياي على إيافان أحلى غاديو اشتركوا في القناة وإلى اليوم لازم التأثير النفسي بعد العنف اللي ولينا نروا فيه خلينا طوام الاولياء ولا من التلاميذ نمشيوا للمعناها الأسطاد ولا المعلم ولا المربي شنوبة لازمو اليوم أباق التكوين البيداغوجي في الحقيقة المعلم ما يتكوش بيداغوجي ثم تكوين نفسي لكن ما نطلبوهمش ما همش مختصين نفسي إذا ما نطلبوه ما نطلبوه من المعلمين ومن المربين بشكل عام كان معلم معلم مستاذ حتى الأستاذ الجامعة هو فهم ورصة الخلال النفسي كخو ليس معالجته آه ليس معالجته ما هو شمع بمعالجة الخلال النفسي لدات تلمين هو مطالب بفهم خلال النفسي بفهم فهم حاجة مشكلة يكتب تقرير انت بعضين المدير وانت هي الموضوع غادي ولهناء نأكد لك أنا للعملية هذي جاعدة تصير مشكلتنا ويه؟ تونس واحد فيها ثلاثة بركة خبارة نفسية يعني على قديش من معلم فهم كان تقريبا نحكيه على يمكن ألف وخمسمائة موربي وكان بنحكيه على يمكن أربعمائة مدرسة ما يوصلوش يعني كافيه حتى الواحد في المئة بالرقام طيب نزيد مدقاقا بعد شوية قد ما عنديش بالضبط أما في الزونة هذية تونس واحد هي أكبر جهة عنا فيها عدد محدود جدا مختصين نفسيين لتابع بالتالي فنحن نتحدث عن إمكانات متاع دولة ضعيفة جدا في هذا الجانب وانا اعتقد انه مش كانوا نفسيين فقط مختصين المختص الاجتماعي وعنا خريجي مختصين نفسيين وخريجي العلم الاجتماعي موجودين في الشارع وموجودين وينتظر التشغيل هاي مهامة وطنية برك دمغادي أنا حب عندي تعليق صغير على مصادر العنف تم المصادر نفسية اللي كانت تحكي فيها الدكتورة لكن في تفسير المجتمال ظهرنا في العنف ثم على أقل خمسة ولا ستة مقاربات أنا مش نكتفي بربعة مقاربة النفسية السلوكية اللي كانت تحكي فيها الدكتورة اي ثم مقاربة البيولوجية نقول لك راو بيولوجيك مو ثم ديزورمون تريزل فيه عنده تخلقه العدائية عند الصغار اي ثم مقاربة المعرفية كونيتيف وتمثلات الفرق العقلية للطفل أو للفاعل التربوي بجنرال يعني مش كان العنف ما يمارسوش كان الطفل يمارسوا الفاعل التربوي كلها تؤدي إلى ثهم محيط بشكل الماء والتفاعل معاه بشكل عنيف قلوا احنا كرد تفاعل ثم المقاربة الغريزية ليطرحوا انه راهوا العنف غريزة ضمن الغرقس ثم المقاربة السلوكية اللي تعتقد انه العنف يكتسبوا ويمكنوا تعديلوه انا كسوسيولوج بش نعتبر انه ربما المقاربة الاساسية اللي انت لقى منها التحليل هي مقاربة بير بورديون والعنف الرمزي داخل المدرسة العملية البيداغوجية في حد ذاتها هي عنف تمارس ضد اطفاء وهو عنف رمزي متبادل ما بين المربين وما بين العائلات علما انه رأي العائلة ليس لحظنا الاولى هي مؤسسة من مؤسسات التنشأة الاجتماعية تماما وهي مصدر القيم مم كيفها كيف المدرسة كيف الشارع كيف الانترنت لان عندما نتحدث عن الطفل الرضيع حاظنا الاولى هي العائلة صحيح ما بعد فترة الرضاعة وما بعد انه سيفيد خل الشارع خروجه الاول للشارع العائلة لم تعد هي المصدر الاساسي القيم طبعا ايه عنده اربع وخمس منظومات قيم متعدة لابد من رقابتها لابد من تكوين معلمين لرصد سلوك وايضا لابد من مراجعة منظوم التعليم انا اليوم جاي في ذهني انه راه مدامة حال التعليم في تونس هكذا فانه العنف سيكون ظاهرة ملاسقة ومتابعة علما انه راه العنف المدرسي في معناه العام يقصدوا به كل عنف يكونوا فيه طرفا احد فاعلين التربويين هو يعطل العملية التربويين يا مساء العنف الذي يمارسه المجرمين حول المدارس ما هوش مسئولية المدرسة هو مسئولية الدولة والمجتمع هذي تونت تحطوا فيه في اوفيريا ميزيلا بش تحطوا في هذه طبعا ستارك دونك جو ستحبيت نتاكر المسلمين بتاعنا نجموا يتفعلوا معنا في موضوع العنف المدرسي على رقم واحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف تكلمونا على واحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف تنجمو تشاركوا معنا انا فما سؤالي هنا الدكتورة وسيتارك دونك حب العنف انواع خطر احنا انا حكي تقبيلة في ظرف شهر تحسبها شهر ما بين رجوع كان 17 سبتمبر رحنا لي 18 أكتوبر ناحية سليع ناحية لحداتي تعتقها شهر في شهر صار عنف صار عنف داخل المدرسة وخارج المدرسة وصار من أطراف اللي هي تعيش في المدرسة بك مربي وقال لك حتى الوالد يسمى يعيش في المدرسة روه وقال لك تلمية الولب ولا بضب أما نلقاو مثلان جريمة القتل اللي صارت صارت البرة في الشارع أما ما صارتش من طرف داخل معناها داخلي وقال لطرف ينتمي لللي سيها ذاك ولا للمعد ولا اللي هو هالظهرة هذية ظهرة أخرى داخلها في العنف والي تصير برشة فما تعني سيوصلوا أنهم يرتكبوا جرائم أمام المدرس وأمام المعاهد مش كان القطر روه نعرف المخدرات قد شولت الدور بصفة كبيرة يعني داخل المدرس نعرفه البنات اللي تتعرض للتحرش ولا حتى لو لا تزيد اليوم ولا يتعرضوا للتحرش من طرف الناس الظهرة هذية نجم بالطبيعة الدولة بشكون مسؤولة على أنها تعالج لحكاية هذية من منظور شنبديو الساعة مع الدكتورة بعد جيك تارق أنه الناس هذو ما هاللي يجيوا قدام اللي سيات تعرف الناس اللي هي بطالة عندما تعم في حتى شيء أنت شنية الدكتورة معناها من منطلق معلمي البواندجو متاعك متاع الناس شنو والهدف ولا شنية تركيبتهم أنه واختص أنه يجي للليسي خاصة اللي سيات أكثر من المكاتب باش يقوم بعدة حاجات موحك معناها يساعد يسيب لك يقولك شنو هيدا اللي ساير أنا قبل لك أحكيت لكم على السلوك العادي والسلوك المراضي نحن في الناس اللي تحكي على اليوم أنت نحكيه على سلوك مراضي نحكيه على ناس عندهم أمراض نفسية مش ناس مراهقين وأطفال عندهم أمراض نفسية غير مشخصة وغير معترف بها فماش يقولوا مثلا يجي للوم يقول أهز ولدك يداوي مثلا وإلا لومة فيق لي ولدها تاعب ولا البو فيق لي ولده تاعب يقولوا إيجي نهزك اداوي كقول داوي فما المستشفيات العمومية فيهم مختصين نفسينيين ومجاني معتلا العلاج مجاني اللي نجم أقولوا اللي صغارنا في اللحظة ذي في الفين واربو عشرين محاطين بالعنف من كل مكان عنا غزوا غزوا متاع عنف عايشينه في محيطنا وفي بيئتنا كبير برشة تلقى الصغار التلفزة حتى الصور المتحركة صور المتحركة عشرين سنة التالي ما هي الصور متحركة توا الصور سريعة جدا لفي صور متحركة العنف فما برشة إيحاءات غريبة وليت على مجتمعنا في كل شيء في الإشهارات في الرسوم متحركة حاجة أخرى مهمة خلال موضوع آخر طونا نحكيوا عليه زيدا دكتورة لغزو سوسيو عاد حاجة كبيرة هذيك لغزو سوسيو حاجة أخرى نحنا جيل ما بعد الثورة وسنوات ما بعد الثورة اللي اهتزت فيه اهتز فيهم مفهوم الدولة ومفهوم يعني هيكل الدولة ومفهوم الإحساس بالأمن والأمان طوك كيما قال الأستاذ للعامل الغريزي إذا كان أنا نحاوس في الشارع ما نحسش بالأمن والأمان طوك أنا وقت كامل وأنا نستنى لبش يضربوني طوك حتى كلمة صغيرة نهجم نولي نهجم إذا كان أنا معلمونيش التواصل حاجة أخرى بربي حمل نذكرها وأنا في كل فرصة نذكرها جيل ما بعد الثورة والمحتوى الإعلامي اللي تعدى فيه تلفزنا أنا مثلاً نسمع بيدي يقولوا وبره تعدى في تلفزة تونسية معناها آه ديك حقيقتنا ديك الموجود نوع وأشكال غريبة يعني ولي تتعدى كل رمضان ولي نتفيج كل رمضان محتوى إعلامي منه علاقة بين التلميذ وأستاذته وحاجة معتا نستنكرها برشا غريبة برشا أنت كيفاش تجي تقول لي تقول لي لي هاوكا في مسلسلات نتفليكس الراوي الشي هذا هو الصغير كيرا تونسي كيفو ليدونتيفيكاسي هو يرا روحه في التونسي لكيفو طوك يتأثر أكثر يقول لك هاوكا تونسي يعمل فيه طوك صغار نجيل ما بعد الثورة أنا نعتبره ضحية المحتوى إعلامي هابط وضر يسر أنا نتحمل مسؤولية كلمي وضر يسر صغارة كي أنت كل رمضان تجيب له شخصية رئيسية الشخصية الرئيسية لدول يعني القدوة هو إنسان عاطل عن العمل مش على خاطر مش على خاطر ظروف الحياة لي خاطر هو إنسان ما قاعد يام في حد شايف الحياة كان إنه يخرب في حياته وفي حياة الآخرين أنا معاك دكتورة في هادي يمكن تمشي نلسي تارق في حاجة أخرى من معناها الانتاجات اللي قاعدين نروا فيها والحاجات اللي تعدى على تلافز أكثر إن اليوم يظهر لي فما ببرسنتاج كبير من الزغار أبا خديغ من عمر ستة سبعة سين تلقى بالتليفون والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي معناها التقاه اليوم فما تقاه صغير الساعة عنده أكبر شوي أبارتين من عاشرة أتناشن سنة يدخل في الفازم بتاع الفيسبوك وصلنا لما قات عاش اليوم آآ تيك توك وتأثير معناها بش نحكي بصفة عامة يمكن تيك توك لازم حلقة كاملة دك بش تحكي عليه ما يمكن إن الوسائل التواصل الاجتماعي قعدة تسهل في برشة أنه الزغير المراقي تعلم العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكري احنا حكينا لو قلنا لو مصدر مصادر العنف هو وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ليس المصدر الوحيد على تيبار إن العنف متفشي داخل المجتمع هو مش الوحيد أما اليوم كيما قالت الدكتورة فإنك تتفرج في رمضان مثل كل رمضان يجيك مسلسل أتعس من العام لا حداش نشرل أخرين نبقوا عقليين لا حداش نشرل أخرين فهم وسائل التواصل الاجتماعي أنا 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 نتفهم أنا نتفهم وجهة نظر إنه رمزية البطل في مسلسل تونسي يخلق تمثلات حول بطل معين بسلوكات منحرفة اجتماعيين أو غير مقبولة من وجهة نظر علم الاجتماع ومن وجهة نظر علم النفس يؤثر لكن روحاً حداش نشره أخرين حداش نشره أخرين فهم سلوك عنيف داخل العائلة فهم سلوك عنيف داخل الشارع فهم سلوك عنيف ويمارس المدرسة تمارس ما يسميه بير بورديو العنف الرمزي ثم غيات ربك سمحني تارقش فسر أكثر ما سمع العنف الرمزي خاطر شوية تار ما كي مدى بيلي يسمع يفهموه يعني صح مفهوم العنف الرمزي عند بير بورديو هو أنه المدرسة تمارس السلطة رمزية وتحاصر التلميذ بالتوجهات معرفية وتوجهات اجتماعية وتخضعه لإطار معين من أجل عملية واحدة وهي إعادة إنتاج الاجتماعي وبالتالي شي جنول يصير يصير أنه ما لديه رأس مال رمزي كبير عائلته لبسه عليهم ومثقفين الأولياء مثقفين مش متعلمين عندهم له ثقافة نفسية يحيطوا بالطفل عدد محدود من الأبناء كل هذا محيط محيط العيش ظروف العيش تتجسد في رأس مال رمزي كبير وعالي يجعل الطفل قادر على مواجهة رمزية وعنف الرمزين بتاع المؤسس ويعيد إنتاج نفسه في تلك الطبقة الاجتماعي في ذلك الوضع الاجتماعي الآخرين تمحقهم المدرسة وتلغيهم نحن نظام تعليم نتاعنا نظام انتقائي بكل الإصلاحات التي دخلت عليه رانا نحن عايشين في بكالوريا يعلنونا عام التسعين ناس تنسى هاتي المدرسة رايز ليسي كامل صفر ناجح راهوا إلى حدود الآن الانتقائية ثم ماجستارات صفر ناجح نعم نظام تعليم انتقائي قائم على الصفوة وصفة الصفوة والتراتوبية والتفاضلية واللول وهذا يخير ويجيب سبعتاش يمشي المدرسين ويجيب تلتاش وهو معيار أنا ضده اللي أنا ما عنده حتى معنا وأنا نعتبره معيار غير علمي معيار لابد من مراجعات هاتي الكل إذن نحن نتحدث عن مدرسة تعيد انتاج طبقات الاجتماعية تعيد انتاج الثقافة تعيد انتاج وهاتي المدرسة حتى تتغير لابد من نظام تعليمي جديد يقوم على التشاركة يقوم على عدم الاقصاء عدم الالغاء يقوم على اهداف تنموية نرسمها مع بعض ما لهاتي المدرسة مش على التلقين وعلى الترتيب التفاضلي لابناء التوانسة شكون خير جيب معدل ونقع وحتى اصبح مصدر للتباري. النقطة ذيكة وليدت عنا مسيبة فيها في تونس انه الواحد يتبع وليده في الحكاية هذي وانتي جيبت خير وانتي اقل. اي 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 مشكلة وهذي عم في شكل من اشكال العم في الرمس. ربعا. اي. ويدخل وهو يشعر بالاحباط. ام. وتلقاه جايب سبعتاش لكنه يشعر بالاحباط لقد رجاء الخامس ولا السادس. يتهكمون عليه ويمارسوا عليه التنمر وما الى ذلك. فبشكل عام. امه. اليوم المدرسة اذا كان نحللها باعتبارها مؤسسة تنشأة اجتماعية اهي بصدد فقدان رمزيتها وهذا الامر خطير. الاستاذ تحصلت على دكتورة تحصلت على اه. فقدان هيبة الدولة في الحقيقة او او تراجع الخوف من الدولة او تراجع قيمة الاعتبارية للدولة. هذا الامر هو سياق كامل انطلق منذ التسعينات. مؤسسات الدولة اصابتها السيولة. والسات المجتمع اصابتها السيولة. ام بتي هكا ربيل صغير متاع تلاثين ثانية. عندما نشأ المجتمع الصناعي الرأسمالي هذي اللي نحنا بنعيشه على هامش وعلى ما بعده. نشأ على مركزية المؤسسة الصناعية. حولها ينشأ الحي الصناعي. يسكن العمال. ثم المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تعلم الناس بغاية العمل. وثم الدولة اللي تشرف على هذة وضمن هذة ثم تبقات وتصارع. كل حاجة ريتها والعائلة انتقلنا من عائلة الممتدة اللي فرديني او ثلاثة داخل الاسرة. البنية هذي لكلها نتيجة الاستهلاك المعمم. انتقلنا من حالة الصلابة وحالة الوضوع الى حالة سيولة كيف ما يقول نحن عنا مجتمع سائل مؤسسة وسائلة في حالة من الخطر نعنو ايضا نعيش مجتمع مخاطر هاتي المخاطر اللي ترتب عليها العنف والبيطالة والحكايات هذية كلها تستوجب. من القائمين على اشياء التربة والمشاقين على اشياء الوطني. يعاد تفكير في منوال تنموي اندماجي. مش فقط قايم على دور الاجتماعي للدولة. لا لا. على افق مشترك. لان الحلم هو الحلم مشترك. هو الكفير الوحيد. باحداث نوعا جديد من التماسك الاجتماعي او الوحدة الاجتماعية على غايات تنموية معاينة. اللي هذي لازم برشة خدمة. انا تهرق رأى معناها من جميع الاطراف كما. قلت انتي دونك احنا دكتورة كنا حكينا على جميع يعني الانواع يمكن تدخل العنف والا العنف اللي قلنا المتأتي من التلميذ للتلميذ من خارج المعاهد الاستيد للتلميذ. ايما اسك واحنا اليوم ما رانا كنا نحكي ونحكي واحنا راي تونس معناها الترتيب متاحها ثالثة عالميا في العنف المدرسي. معنا مسيبة كبيرة. رو نقاروي احنا في في المراتب الاولى في حاجات خيبة برشة. معنا مش حاجة ما نحشموا حتى بش نذكروها. شنية بش نقولوا الحلول احنا عنا طواء اعوام واعوام قاعدين اللوجو ونشوفوا في الحلول كيفيش نجموا الدولة وحدها تنجم كي ما قال معنا ترك الناس كلها لازم تتأموا ويعملوا كل افقه الناس كلها معناها تحاول بش تيقف مبعضها انا اه معناها منين بش نسألكم منين تراو ان تكون نقطة البداية. دكتورة. اول نقطة ونحب نأكد على يا زيدة انو نحن اه فما اه نواقيس خطر جهلنيهم. ايه. 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 العنف في الملاعب. مثلا والا بصيفة كبيرة اللي عوام نخرق. العنف في الملاعب. علش ما عملناش هكاية جلسات حوارية على العنف في الملاعب. اللي في الملاعب هدوكم اللي يعملوا في العنف. هم اولاد صغار مراهقين عمرهم ملا عشرة وسبعتاشين سنة ما همشا كبر من اكيكا. دك العنف بدي قبل في بلاسة اخرى. العنف اللي صار في فترة الثورة. العنف وتهشيم. اللي اللي همش. انتشار المخدرات. خطرة فما اشكون در تكبو جرائم حتى دغن يغموها مع تشوفه في الاخبار. تكبو جرائم ولكن هو يقول لك كنا نشوفه فيه طفل باهي طفل متربي طفل العاقل. كيفاش يصدر منه انه هو يعتديه على امه ولا على ابوه. بطبيعة تحت تأثير المخدرات. اه حاجة اخرى. كنجيو تاولي العنف المدرسي. تكوين المربين. مش للعلاج النفسي كما قال الاستاذ. ولكن طريقة التعامل. انا قبلت معلمين. وقالوا لي نحنا عاجزين. عاجزين. يقولوا لي انا كيجيني صغيرة عنده اضطرابات سلوك. شنو النجم نعمل معاه. محر. يقولوا انا راهو في القسم ما تنجم تعمل حاجة كبيرة. انتي مكشي اوتية. انتي ما عندكش الادوات. تكوينك مهوش تكوين مشي تعامل مع صغار. وصلنا لحالات مرضية. وكيما قالوا الاستاذ فين هم البسيكولوج فين مختصين نفسانيين مختصين علم الاجتماع. كيما قال الاستاذ اللي هما قاعدين بشهيدهم اليوم. عليش ما انت يتمشي الانتداب ويحبوا يخدموا. والمدارس العمومية يولي فيها ابليقة واغمو. يعني ام بسيكولوج متابع. لك الزغيرات من عمر ستة سنين حالتكش لا اتناش نسنة نفس الشي بالنسبة للمعاهد نكون فيها اكثر من بسيكولوجي انا نقول المعاهد اللي عمر اكبر والشارج اكثر والتلامذة اكثر. دونك هيدا مثلا حل من الحلول. اتنش بتاعة تمدود الدولة من 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 الوزارة التربية معناها تبدأ ما نفهميش. مدارسة العمومية بتاعنا تفتقره الى الى ابسط المرافق. جو دي بيان. نحكيوش هنراوك مش نحكي مثلا هنه نحكي في تونس مثلا تونس الكبرى اللي هين تسميو قرابلو في العاصمة وكذا ما نوصلوش نحكيو عاد علي البرة اللي ما يصلوش حتى عندهم مش حتى سور بش يحميهم في المدرسة. انا مش ما اربعمائة موسم غير ما. ولا. ولا. بيوت راحة نظيفة وفما كرامة انسانية. معناها للطفل. اي اي. من با محوظة. شبابك معناها. حاجة اخرى برب يحب نحل قوسايا. فما عالم اه عالم اعصاب كبير طول الحقيقة غاب علي اسمه يعني هو غربي. اه قام بدراسة الادمغة متاع ال الناس اللي يقولوا عليهم مرضى نفسانين لبسيكوبات. القاء اللي فما خلايا عصبية وتكوين عصبي خاص بالناس هذوكم. ولكن المفاجأة اللي هو عمل نفس الدراسة على مخه هو ومخ عائلته. القاء لي عندهم نفس التكوين العصبي. هذا يدل على ماذا? يدل اللي هو البيئة تأثر فينا. يعني هو عنده نفس المخ نفس تكوين الدماغي ونفس الخلال الدماغي متاع لي عند المريض النفسي. البسيكوبات. ولكن هو موش بسيكوبات هو عالم اعصاب. حتى العام البيولوجي رانا نجمه نأثروا عليه وهذي اسمها البيجينيتيك. يعني حتى كنحنا عوامل ويراثية. طع امراض نفسية وهشاشة نفسية. راهو موحيتنا كيبدا دعم وكيبدا سليم ويبدا هو بيدو سا معتا هو بيدو ما هوش مراضي. اي. راهو هنا جميعا ونياسر سطوص صغير مازال عنا الي مالية. بالكل باتامود لي مازالت عندك ما تخدم وما تزرع وما تحصد. على. دونك دولي تساند انتي دهنير. دارق شخص ناري بكلي. اختلف معك في حاجة حسيت. اي. انا عدت بكلي المقاربات. انا اناش نتبنى. انا نتبنى المادية تاريخية. دايما. دونك انا نتبنى كل واحد من مسالش من انجل ناخده للقراء. ايه. ايه. دونك نتبنى انو حتى احلامنا هي التبخرات واقعنا المادية. ام. يعني هي هي شفمت. هي ثم اه مستوى عيش. مستوى عيش هو الدخل متاعك وتقريبا ما اضافتك. ثم ظروف العيش. ام. ظروف العيش اللي هي ما يوحيطه بكامل مرافقه خدماته واسبطارات ودنيا ومراكس ترفيه. ايه. قدر على. ايه. لكم بنزون بناتهم تعطيك نمط عيش. بسوء. نمط عيش يتجسد في ممارسة ثقافية. امم. ممارسة ثقافية هي اذا نتاج لنمط عيشنا وهي النتاج لوجودنا المادي والواقعي. امم. بالتالي انو كل تمثولاتنا هي تبخورات. امم. اللي وقعنا المادي. فالبيئة مؤثرة ومحدة عكس معناها عكس اه المدرسة الهيقلية هذي. عكس اه الهيقليون الكل. ايه. ايه. كتاب كبير هو النقد اه الفلسفل المانية. فاللي هو المصدر متاعي فالطروحة هذي نحكي لك. امم. فالما اتبناه انو راهو ما هو مادي. يؤثر على على التمثلات العقلية ويؤثر على فهمك الواقع ويؤثر. وعينا بذوياتنا هو نتيجة واقعنا من الضرورة. هذا نتبني بكري كشرحة المصادر. مش معناها يا راني تبنيتها. اي. مصادر العنف. بالنسبة ليانا. الحل اولا اه في اعادة رول علش اه العنف اه يرتفع. في الفلسوسيتين تبدأ فيها حلولها بورني. محدودة. يعني نحن اليوم في تونس. تش نوع ريهانة الوحيد. ريهانة هو الذكاء. عندك يعني من يفشل في المدرسة بنسبة تسعين في المياه يفشل في الحياة. ذكاء المنطب. اي. 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 لنمش كل انواعه. ذكاء بهمهم فمانية انواع متاع ذكاء. اي. ذكاء الاجتماعي ذكاء العاطفة. اي. طه دخلنا في حاجة اخرى. اي. اه. حابت نقول لك. الفشل داخل المدرسة يولد الإحباط. طبعا ايه. والإحباط عندما يرتبطوا بالحرمان. هذي هي التركيبة المثالية للمجرب. هي إحباط وحرمان. خلي ناشى هنا يظهر لي. إحباط وحرمان تبارك الله. ولا. مشروع المدرسة لابد أن يتغير ويصبح مدرسة لا تمارش العنف الرمزي وتعيد إنتاج طبقات. بل تصبح مدرسة لإعادة البناء ومدرسة تفتح الأفق. صحة طارق والله. احنا اخذينا عرفت اليوم من دوز انجل هكي شوية اختلفوا. اجمعها واحدة. اما تفسير معناها بزوز ترقب اختلفة بش المستمعين بتاعنا. يفهموا عليش شنون نجمو نعملو. بش نعاونو انو العنف هذي حتى ما نقولوش بش نقضيو عليه طبعا مستحيل. انا نقول. اما على الاقل ان نقص منو. على كل شوية شنرجو نحكيو. هكا نحاولو نحكيو في الحلول. آآ بيبو راجعين. ايا فهم من تونس. كل انهار جمعة من مدين ساعتين المثلثة مع يسر المنياين. على ايا فهم احلى غاديو. ساعتين وثمانية وربعين دقيقة. الجزء الاخير من حساتنا اليوم برنامج من تونس اللي حكينا فيه على العنف المدرسي بجميع انواعه ويظهر اللي موجود داخل المدرسة وخارج المدرسة. وحكينا اسباب وحكينا شنو معناها الحاجات اللي تنجم تكون كل الموليكول اللي تكون العنف عند الصغير والتلميذ بصفة عامة. اليوم احنا في الجزء الاخير طارق ودكتورة مريمش نحاولو ان نعطيو بعض الحلول. انا قلت انه القضاء نهائيا على العنف حاجة صعيبة حتى في دول اخرى متطورة ولا موجود خاطئ. نحاولو اليوم مثلا نعطيو اشنو الاطراف اللي اه تنجم تشارك مبعضها الدولة داخل الدولة. وكيفاش ينجمو يقضيو على العنف هذيه اللي موجود داخل وخارج المدرسة. نبدو بيك دكتورة. انا بشو نقول حاجة الصغار العنيفة هي صغار محتاجة البر شقيحاتها نفسية هي صغار كبرت في العنف تغذيت بالعنف ومتعلمت تعبر كين بالعنف. اي. نعرف كيفاش هو يتواصل حتى مع روحه مع بدنه وهوني اهمية العلاج النفسي للصغار اللي مستحقق يحاطها نفسية. لازم انه نفهموا اللي هما صغاره دوما عندهم مرض نفسي وإلا عندهم شخصية مرضية عندها قابلية للعنف. وعليش لي ما وليش له دي بيستاج وليو نحنا على بكري انفيقه للصغير هذي كراهو ينجم يتطوري ولي حالة مرضية. عليش الخليحة يوصل مراحق يمشي للإدمان ويمشي للعنف الشوارع والعنف الشوارع بيش يولي في عنف المدرسة. عليش مش ملقبل لحنا نعمل الويقاية. هذي هو احنا اللي وجوا عليه دكتورا قلنا احنا احنا اشكون الاطراف للنجم وشير كل هنا احنا نقترح مثلا نكون وزارة التربية بالنسبة للتليم ذا هادومة. خاطر راو شوف مش العائلات الكل ولا الوالدين كل عندهم لموين بش يعملوا الحاجات هادومة لكل لوليدهم. مثلا احنا نجمو نتشامبو العنف عند الصغير وقت اللي نتشاركو في برشة نشطة خطرة فم صغار تلقى ايبير اكتف مش بالمعنى متاع هايج. عندو برشة اينيرجي. اه دنك نحطوه نجم في الفوت في العيش في اي نشاط البوكس ولا نشاط جديد اذي ولا تندانس طوي كسالف ديفانس كما قلت. دونك مش الناس كل تنجم اه تعمل لحكاية هذي يا دكتورة مش الناس كل عندها لموين انها تحط ولدها وليدها في اليزي اكاديمي والكلاب والحكاية هذي كلها. دونك اينا من هون يقول الدولة دور الدولة الدولة المدرسة جاي من الدولة. معنى هدنا المدرسة ما عندش لموينة وحدها بش دخل هالدولة معنى بش هي ما هو اللازم دي موينة. لموينة هذو ما بش يكونوا من طرف الدولة انك تتوفر لها كي ما قلت انتي قبيلها طارق. الناس اللي قاعدة ما غير بش هاي دمتاحها وما غير خدم. ماذا بينا الناس اللي يتم انتدابهم هذو ما معناها وكونوا موجودين في المدارس متاعنا. اه رائينا معش او امش انا مش نعطي الحلول دونك. مش كامل ناس مع كنتي تكمل ناس مع الدكتور ونرجع لك تارق. دونك نساك نخطبو في كنتي اليوم في بعض الحلول اللي نجمو نقولو بابين ندفرين نحسنو من الوضعية امتاع العم في المدرسة في تونس. ماذا اه اول حاجة انا نطلبها من الدولة معناها كاخصائي نفسانية اللي هي نبديو ساعا نكونوا الاولياء. اي يعني هو كي انا دي ما شو قلهم الاولياء قلهم انتي كي جبت صغيرك كي ما كي اخذيت الماشينا لفعت اعطاوك كتيب واستعمال. انتي قاعد تتعلم شو معناتها ولي. اي. والي يراه عندك ارث. ارث ثقافي كامل شو معناتها ولي. كان انتي تربيت على الصعوبية تربيت على متى الوالد يكون متسلط. ولا تربيت انه بالعكس بعانا اعماليش تحب عليه مش مش كون بعض تحمل مسؤوليتك. دوك التربية مهمة ياسر للولي. اي. هو اه كلمة سمحني دكتور قالها قبيلة طريق انه الاولياء المثقفي اكثر من المتعلمين. المتعلم ساعد تقاه تصرفيته مش المثقف هكا يكون في البيض اكثر كي يبغي اكثر. انا مثلا يعني مع الاولياء صراحة فما برش اولياء ما همش قارين يعني شهائده عليا. ولكن مني ولدها صغير اربعة سنين خمسة سنين تجيني وتقول لي عاوني راني الراء اللي فما سلوكيات من طوائجين القفوم. لحكاية مايش حكاية تعليم. برامش كيما هكاية. برامش كيما هكاية. برامش طوعوية يا خي برنامش كيما هذية. اي مواطن في اي بلاصة مهما كان يعني مستويه تعليمي ينجم يسمع ويفهم ويتلقى المعلومة يقول اي. انا مثلا صغيري كيريت ويضرب في اخوه في الدار. عايت تعلي وزوحت تعلي وضربته وعاقبته. هاي الموضة مختصة قالت ما نستعملوش العنف باش نوقف ونحنا العنف في المدرسة ولا في الدار. هذي هو لازم نحنا يفوقو تخا غي. لازمنا نحنا ثقافة ضد الطيار اللي هو طيار عالمي راه. كيشوفوا النيتفليكس ونشوفوا البرامج معناه ونشوفوا العنف حتى العنف. الحروب اللي موجودة توا ما هي صغار لنا تتفرج في الحروب صغير نراه محاط بالعنف. توقنا احنا لازمنا ناخد موضد الطيار برامج توعاوية نكونوا الاولياء نكونوا المربين. لازمنا حتى المربين نكونوا كيما حكينا قبيلة. وزيدة الاطفال بيدهم نعملوهم ورشات نعلموهم التواصل الغير العنين. اذاك هو اهم مطلب يمكن نبدأو به طارق سساء مقتلية. احنا نعتمدوا على انه يكون في مدارسنا مثلا فهم حاجة مهمة بربي اينا حبيت نعرج عليها. اللي موجودين في يعني التعليم الاساسي والثانوي. راهو يخرج كاللوخ خوزا ديكات ناج متخرج برشا مصايب. بغمي الحلول اللي ناديو معنى هالناج دو تقدم موزارة التربية والمعنى هالدولة. يشوفوا حل الليسيات يكون تيوبليج. حتى التلميذ يقول لك بيش نورج لك باروبليغاشون خطران سخت ممو. أنا وقت اللي قريد كن كنا نقعدوا فيها لسال دو برمانانس باروبليغاشون. ما نخرج فيها لقد خوزا ديكا. جاء وعملوا. جاء وعملوا مدرسة لا تحتاج فيها الى الخروج للشارع. بالنسبة للطفل والمراهق. آي. آآ آخر صيحة في الحساء الحواسيب. آخر صيحة في اللي طابلات. آخر صيحة في التاليفونات. أفضل ماكلة. أفضل قاعات رياضة. نعم. بنية متكاملة. ملي يدخل التلميذ الثمانية متاع الصباح. للي يخرج الثمانية متاع الليل بش يمشي الفرش وفضاء. لا يحتاج الى اي حاجة. بل يجدوا افضل ما يمكن ان يوفروا المجتمع من اكل. من قاعة رياضة. من انترنت. من اخر صيحات متاع فيديوهات. من لعبة متاع بلايستيش. من قاعة رياضة مجهزة بكل. فارتفعت نسبة التمدرس بشكل كبير. اليوم انا اللي نعتبر والحل هو هاته المدرسة الجاذبة. المدرسة متاع سانك وسيسي تاج. اي. اللي فيها كل شيء. اللي فيها كل النشاطات. اللي تحت ظن التلميذ. تعلموا. واخر حاجة. اخر حاجة هي هيك التقييم. وحفظت ولا ما حفظتش. اي. نحن في حاجة الى مدرسة. تعلم مهارات الاجتماعية. اه. تعلم طريق التعامل وحل الاشكاليات التي تعترضك يوميا. نحن في حاجة الى مدرسة تبني الفرد بهاته المقاربة الحالية. لا اعتقد ان انا في هذا الورد. بالطبيعة الحال. اه. هذا المشروع مشروع كبير. اه. ايضا انا ندعو الى يا اخوية في الحوام. في الحوام اعملوا يا اخوية في الحوام نوادي متاع علم نفس. نعم. حاجة المطلوبة جدا. اعملوا نوادي متاع إحاطة نفسية. يدي ما تحدثوش في القهوة. تمشوش القهوة بره مشيو. هعملوا نادي. وتحدثوا فيه كأولياء وجيبوا مختص. هو ما تكلفش يا اخوية. حتى المختصين بالله يسيسوهم في السوق. حسة اسبوعية بمية دينار ولا مش عارض راشنوه يوجهها يوجهكم ويعلمكم. بعض الاسألة بشي يدرب. لان انا اعتقد انه الطفولة في تونس هي مستقبلنا. هي في العالم الطفولة المستقبل دي ما. وانه المشكل الاساسي انه ما زلنا بمخلفات الذهنية الاقتعية نتعامل لحدود اللحظة مع الطفل باعتباره بالغن صغير الحجم. وهذا يخلق برشة اشكاليات. اكروا الحزم معاه. ومش عارض الموروث الثقافي اللي مجايبينه نحن من زمن الاقتعي القديم. اللي نحبه نعدوه في زمن ما بعد حديث اختلالات كبرى. تخلينا نخلقه في الاخر بالكل يعني الطفل بهوية هشة. هذه الهوية الهشة وهذا المشروع الضئيل. لا بد الان ان نعيد بناء هذا المشروع في اطار مؤسسة كبيرة. باعتبار الافراد اضاعوا مشاريح انا خوي على الاقل مؤسسة الدولة ومؤسسة المدرسة تعيد الاعتبار لمشروع الفرد في تونس. هدية بتظافر كما قلت انتي تارق جميع الاطراف في الدولة الناس الكلها تتعانون بعضها. مثلا في الشارع وزارة الداخلية عندها دور كبير برشا برشا. انه الامن يكون موجود دي ما قدمه. المجرمين يمشي يفرق يسرق كسكات يتفل العمر 13 سنوية كما جيش تافة. والا دون كاذيك هو اه طارق المطلوب احنا اليوم ما مناش يمكننا اللي حكيتو انتو نجمو خليوها في حلمة في يومنا الايام. نسيرش خربة الامل نبط الحلم. اي احنا مجروني مش نبطة الامل وبيش نعطيوه الافكار ببيش نبطيتر في النجمو نعانو في انو تكون موجودة حلول بش نقضيو مش بصفة نهائية نقول. اما نقلصوا بنسبة كبيرة من ظاهرة العنف المدرسية. المدرسية يعطيكم صحة دونك تارقوا الدكتور امريم دونك كنتوا بحثين اليوم ما شرفتونا حكينا على العنف المدرسي. حكينا على اسباب وحكينا على انواع وزيدة وحكينا اه كيفاش بتتخ نجمو في من الايام نقلصوا من ظاهرة. هذي احنا كنا اليوم معاكم في من تونس على العنف المدرسي يسر المنعي تسلم عليكم. وتقولكم بون ويكانت وانتظرونا ان شاء الله الجامعة جاية في موضوع جديد. بسلامة بون ويكانت. اشتركوا في القناة